السلام عليكم أنا محمد غناهم مضى وقت على آخر كلام بيننا لذلك دعني أخبركم بهذه القصة الغريبة التي حدثت معي في تلك الفترة كنت أشرب الشاي مع مجموعة شباب أتراك ونتكلم في أمور عامة ثم أصبح موضوع حوارنا كيف تدخل الجنة فقلت الأمر بسيط آمن بالله ثم استقم تدخل الجنة بإذن الله كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم وفجأة قاطع حديث ذلك الشاب التركي قائلا محمد صنى بشي صليما ويرددم قال لكي تدخل الجنة لا يلزم أن تصلي أو يعبادة أخرى فقط كن إنسان جيد فسألته مستغربا من كيف أكون إنسان جيد بنظرك قال بألا تؤذي الناس بألا تعتدي عليهم بألا تسرق منهم قلت إذا فعلت هذه الأمور فقط أدخل الجنة برأيك قال نعم قلت من قال لك ذلك أو ما هو الدليل الذي يبرهن كلامك لأتبعه فسكت ذلك الشاب ولم يجد جوابا طيب قد تسأل وتقول الآن محمد لماذا تخبرنا بهذه القصة ما الفائدة ممتاز الذي أريد إيصاله هو أن الفكر الغريب الذي يحمل هذا الشاب التركي جاء من عدم فهمه لفلسفة الحياة نعم نحن البشر من أين جئنا ولماذا وإلى أين هذا السؤال أو هذه المعدلة إذا فهمتها تكون أسعد وأنجح الناس بإذن الله أريد أن أسألك سؤال الآن كم موت وكم حياة لدى الإنسان واحدة موت واحدة وحياة واحدة خطأ للإنسان موتتان وحياتان كيف قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون المرحلة الأولى وأنت نطفى في رحم والدتك والمرحلة الثانية وأنت علق ثم مضغى ثم عظاما ولحما ثم مولود على قيد الحياة يعني مرحلة الدنيا ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة القبر ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الآخرة سوأ جنة أو نار انظر معي إلى الشاشة مرحلة ما قبل الولادة مدتها قرابة تسع أشهر مرحلة الحياة الدنيا مدتها قرابة سبع وستين سنة كما جاء في تقرير نظمة الصحة العالمية حول متوسط عمر الإنسان طبعا العمر بيد الله ولكن نحن نتكلم بشكل إحصائيات ومرحلة القبر هي مرحلة محدودة وتقدر بألاف السنين وهي المدة من الموت إلى قيام الساعة ثم الآخرة وهي مدتها لنهائية الآن لاحظ معي أن متوسط عمر المراحل في تصاعد يعني كنا تسع أشهر بعد ذلك سبع وستين سنة بعد ذلك آلاف بعد ذلك لما لا نهاية فلو سألتك سؤالي الآن وسؤال منطقي لو خيروك أن تختار مرحلة بين تلك المراحل التي تعيش بها ما هي المرحلة التي ستختاروها الآخرة صحيح لأنني سأكون مخلد هناك لا موت ونسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب الجنة فعندما كنا نسمع الدعاء يقولون اعمل لآخرتك يا بني لم نكن نشعر بنفس الخوف والخشوع الذي كان على وجوههم وهم ينصحون أتعلم لماذا لأننا لم نكن نفهم هذه المعادلة أجبني على هذا السؤال من فضلك كم مضى من عمرك إلى الآن خمسة عشر عشرون ثلاثون أربعون سنة الأرقام على الشاشة انظر إلى عمرك وركز بالرقام ركزت الآن انظر إلى المسافة المتبقية بين عمرك ومرحلة القبر ستلاحظ أن حياتك الدنيا لم يبق بها الكثير صحيح خوفتنا يا رجل اش فيديو عن الجن وعلها هذا الموضوع شو قصتك لا داعي الخوف أو القلق أخي الحبيب الذي أريد إيصاله هو أنك إذا فهمت هذه المعادلة ستكون أسعد وأنجح الناس تداء من اليوم بإذن الله أنت في مرحل الدنيا عبارة عن أمرين جسد وروح الجسد هو كل جيء يتعلق بالمادة مثل الطعام والشراب والتكاثر بينما الروح هو ذلك السر الإله الذي يودعه الله سبحانه وتعالى بنا ويتمثل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن الأمر الذي لم يمنتبه إليه الكثيرون أن الآخرة ترتبط فقط بالروح كيف؟ يعني قد يكون هناك إنسان من ناحية الجسد ناجح غني اجتماعي ناجح علميا وعمليا بل يعمل على إسعاد البشرية ولكنه من ناحية الروح لا يؤمن بوجود الله أو ربما يشرك معه آلهة أخرى هل هذا الشخص سليد خلال الجنة؟ ومن ناحية أخرى قد يكون هناك إنسان من ناحية الجسد فقير غير اجتماعي كسول لديها عادات سيئة ولكنه من ناحية الروح يؤمن بوجود الله بل يوحده في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأسمائه هذا الشخص هل يدخل الجنة؟ إن الإجابة على هذين السؤالين جاء في الآية رقم 48 من سورة النساء قال تعالى بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر وين يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يعني الملخص أخي الحبيب ركز على جانبك الروحي أكثر بكثير من تركيزك على جانبك الجسدي يعني الصلاة أهم من الإنترنت الصلاة أهم من الدراسة والعمل أهم من اللعب أهم من كل من تعرفهم من الناس أهم من أبيك وأمك تخيل لأن الجانب الروحي فقط هو مدخلك إلى الجنة أحد المتابعين الأفاضل ذلك اليوم كتب تعليق يقول من فضلك يا محمد صحنا بعدم ترك الصلاة فنصيحته أن نفهم وندرك فلسفة ومعادلة الحياة لأن أسعد الناس ومن حقق التوازن بين الروح والجسد فحصل على النجاح في الدنيا والجنة في الآخرة يا اللهم أروع هذا الأمر لذلك داع عنك كل ما مضى إلى الآن إنسى كل ما فعلت إلى الآن نحن على بداية سنة جديدة اجعلها السنة التي تحقق فيها التوازن بين الجسد والروح وإذا فعلت ذلك ستجد نفسك العام المقبل إنسان مختلف تماما في النهاية يا حبتي في الله أريد أن نوصل هذا الفيديو إلى 30 ألف إعجاب أن نستطيع أطلب هذا الأمر لأنني أريد أن يصل هذا الكلام لكل شبابنا العرب الحبيب ودمتم في أمن الله